مازالت بعض الأحزاب والكيانات السياسية في محافظة نينوى تمارس الخداع وتحاول تضليل الناخبين وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات وقد وصلت أساليب الخداع حد المتاجر بآلام الفقراء ومحاولة توظيف معاناتهم في الحملات الانتخابية فقد عمد بعض المترشحين للانتخابات المقبلة إلى استغلال الفقر الذي تعاني منه الفئات الهشة في نينوى وبدأ هؤلاء المترشحين بالقيام بزيارات إلى المناطق المنكوبة والأكثر فقرا في المحافظة وتقديم الوعود للمواطنين لشمولهم بالرعاية الاجتماعية مقابل التصويت لهم في الانتخابات إن ملف الرعاية الاجتماعية من أكثر الملفات التي يستقطب من خلالها الساسة جمهورهم الانتخابي ولسيما أن مدينة الموصل تعاني من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة ففي سبيل شمولهم برواتب الحماية لتأمين أدنى مقاومات العيش الكريم ينساق عدد كبير من العوائل وراء هذه الوعود الانتخابية الزائفة والتي يبدو تحقيقها بالنسبة إليهم ممكن لكنهم قد لا يدركون أن وزارة العمل وضعت آليات وشروط محددة للمنتفعين من رواتب الحماية الاجتماعية كما أن تخصيصات الرعاية الاجتماعية تم تحديدها بشكل واضح ضمن الموازنة الاتحادية ولا توجد أي إضافات لها وأمام تفشي ظاهرة خداع العوائل المتعففة واستغلال الفقراء في الحملات الانتخابية فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية دعا نائب نايف الشمري وزارة العمل إلى إصدار بيان أو إقامة مؤتمر صحفي لتوضيح صورة للمواطنين عن تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتحذيرهم من خطورة هكذا أساليب لضمان عدم وقوعهم كضحية